يلجأ كثير من الأشخاص لاتباع رجيم سريع يساعد في فقدان الوزن في وقت قليل وقد يحقق هذا النظام نتيجة مرضية ولكن في المقابل يتسبب الرجيم السريع في بعض الأضرار الصحية بالجسم فمع بدء نظام رجيم جديد يمكن أن يفقد الجسم أكثر من 2 كيلوغرام خلال الأسبوع الأول فقط ولكن بعد ذلك يقل معدل خسارة الوزن وحتى يكون فقدان الوزن الصحي وبدون أضرار جانبية نرحب بضيفنا الليلة في هنا الكويت أخصائي التغذية الرياضية الدكتور جاسم القلاف من بعد هذا التقريض تعرفنا على ضيفنا في فقرتنا لليوم أخصائي التغذية الرياضية الأستاذ جاسم القلاف نورتنا بالسيديو حياكم الله ومشكورين على السلافة العفو واجبنا وشكرا لتلبيتك الدعوة العفو حياك الله اليوم من بعد كورونا نتكلم لنزمة كورونا ما شاء الله لعبت فينا وبحسبتنا لعب ما خلت فينا لضعيف متين ومتي ضعاف وايد الوسيلة المثلة لنزول الوزن وممكن الواحد ينزل بدون رياضة ولا لا؟ شوفي بالنسبة لنزول الوزن كنا عارفين أن هذه رغبة يعني كثيرين من الأشخاص ودهم ينزلون من الوزن وإن كان فيه بالمقابل فيه ناس يزيدون أوزانهم بس نحن نتكلم شكل عام الغالبية العظمى خصوصا نحن بكويت يمكن الدولة الأولى أو الدولة الثانية بالعالم في انتشار السمنة فأفضل وسيلة لنزول الوزن هو ما في شكل الرياضي ممارسة الرياضة وكذلك اتباع نظام غذائي صحي متكامل عناصر غذائية وقليل بسعرات حرائية يعني بإصطلاحنا خفف أكلك بس؟ بس هذا هو تقريبا يعني إذا بنلخص كل الموضوع بجملة واحدة يعني وسيلة المثلة اليوم عشان أنزل وزني؟ نسكر حل جنس نسكر حلجك بس؟ وحرك جسمك إذن هناك ناس التعيز أو لم يكن لديها وقت تلعب رياضة ترى الذين يداوم مثلا انشفتات الذين لديه التزامات مع أهله الذين دوامه مبيده يعني هناك ناس كثيرين تحصل هذه نصف ساعة حتى نقول ماشي مثلا صح ماذا يفعل في هذه الحالة؟ في هذه الحالة طبعا نحاول كثمه أن ننصح الناس أنه يوفر لو نصف ساعة لو ساعة يمارس أي رياضة يقدر يفعلها ليس شرط يدش نادي أو يشترك في صالة لا يمكن أن يمارس رياضة حتى لو في البيت ولكن مع ذلك لو فرضنا في أشخاص لم يكن لديهم الإمكانية أنهم يمارسون رياضة في البيت أو غير البيت يمكن أن الإنسان ينزل وزنه بدون ممارسة رياضة ولكن هذا سيكون على حساب الأكل لماذا؟ لأن رياضة كنا عارفين تحرق سعرات حرارية فتعطي الشخص مجال أكبر أنه يأكل كمية أكبر من الأكل فإذا ينزل وزنه بدون رياضة مضطر أن يقلل أكله بشكل أكبر ولكن بالنهاية يمكن أن الإنسان ينزل وزنه بدون ممارسة رياضة كونه سيقلل من النسب التي يأخذها من الجرعات الغذائية أو الوجبات الغذائية في اليوم هل هذا شيء ممكن يأذي صحياً أو يسبب نقص في المواد الغذائية التي يحتاج الجسم أكيد لأن هذا يدخلنا على موضوع ثاني وهو الرجيم القاسي لا كنا سمعنا عن موضوع الرجيم القاسي الرجيم القاسي الرجيم القاسي هو الرجيم القليل جداً بالسعرات الحرارية التي لا يكون في جميع العناصر الغذائية فهذا طبعاً لها أضرار جانبية كثيرة فما في شك أننا لا ننصح بهذا الشيء لأن مثلاً من الأشياء الجانبية مثلاً معروف أن الرجيم القاسي يسبب تساقط شعر وهذا خصوصاً بين النساء منتشر حتى بعد عمليات التكميم بسبب قلة المواد الغذائية للدش فنجد تساقط شعر ترهل في البشرة جفاف بالجلد هناك أمور كثيرة تساقط لأنه يصلت إلى الرجيم الغاسي بعد عملية التكميم لا تستطيع أن تأكل كمية كبيرة من الأكل ولا تستطيع أن تغطي احتياجك الكامل من العناصر الغذائية ولهذا دائماً يجب أن تقوم بالتكميم يجب أن يراجع قصائي تغذية لماذا؟ لأن يعطيه نظام غذائي وإن كان كمية قليلة لكن يكون متكامل اليوم هناك الكثير من تأخذ تأخذ جداول وتلتزم بالرجيم المفروض تلتزم فيه لكن فجأة تنزل أول أسبوع أول أسبوعين ثبت وزنها تسوي رياضة وتروح النادي وتمشي وتحس أن جسمها يحرق وتنام من نومة صحية ومخرى عنه كل الأمور يمكن أن تزيد وزنها لكن وزنها ثابت هذا هو منتشر هذا هو منتشر ثبات الوزن ثبت وزني ثبات الوزن الساعات يحدث بعد أسبوعين أو أساسا أحيانا أكثر بكل بساطة الجسم يبدأ يتكيف على نظام الغذائي يبدأ يتعود عليه فالجسم يحافظ على نفسه يبدأ يقلل من الحرق حسنا أحيانا أذهب الجسم أعطي رسالة أنه لا تهرق هذا طبيعة جسم الإنسان طبيعة جسم الإنسان أنه إذا قللت الأكل سوف ينزل بعدين يبدأ يتكيف على كمية الأكل التي تعودتها فيثبت الوزن فهنا دورنا أن نحاول نغير من الأكل يام نزيد الرياضة يام نقل الأكل مرة ثانية بعد؟ حسنا نحن نفرض أن من وزن فلاني وصلت إلى وزن فلاني جسمي تعود على الجرعة من المواد الغذائية لأنا أخذها صحيح أنا أضعف ولكن وزني ثبت وزني ثبت أرد أن أخفف أكل؟ تردين أن أخفف أكل ولكن ليس موايد أعادي جرعات أقل نقلل 200 سعر شيء معظول وهذا طبعا يجرنا على موضوع في البداية ما هو النظام الذي كنت ماشي عليه؟ هل جدا قليل في السعرات أم عالي؟ أم عالي لازم نقول أن أنت ماشي على نظام عالي في السعرات ينزل وزنك بنفس الوقت فإذا صار في الثبات نقلل قليلا فرضا دعنا نتكلم بالأرقام لو فرضنا الشخص يمشي على نظام ألفين سعر حرارية ينزل من وزنك نصف كيلو في الأسبوع إذا ثبت وزنه نقللهم مثلا ألف وثمانمائة ألف وسبعمائة سعرات لكن إذا واحد من البداية ماشي على نظام قاسي مثلا ألف وخمسمائة سعرات وثبت وزنه ثم نقلل ونصل إلى ألف ومائتين وهذه تصير الخطورة فبداية النظام يجب أن تكون ماشي على نظام مناسب مناسب مو قاسي حلو مثل الرجيم اليوم هي عقدة بنات حواء ولا خلاص صار معمم على الجنسين أنا أشوف لا على الجنسين خلاص نعم حتى الرجال الآن قاموا حتى الرجال ونشوف الجنسين يسوون عمليات تكميم الجنسين يسوون نوادي والجنسين يحاولون أن يسوون عوزانهم وليس فقط النساء النوادي فتحت الآن نوادي فتحت الحمد لله نعم نشوف الأقبال على النوادي الصحية وعلى خصائي التغذية وحتى شركات التغذية في الفترة التي طافت التي توفر وجبات الدايت توقع أنها ربح جميل خاصة أنها كانت توصل للبيت في أوقات ممنوعة وكانت فيها تطلع من البيت صحيح نرى إنجازات جميلة في إنقاص الوزن وكذلك نرى إنجازات ليست جميلة في زيادة الوزن الغالبية زاد وزنه الغالبية زاد في فترة الحضر نعم وتسكرة الموالي اليوم عندما أحد يتواصل معك بسبب هذه المشكلة نعم من بعد الحضر ماذا أول إجراء تتخذ معه في مجال التغذية الصحية الرياضية يعني في البداية أول شيء نسأل الشخص إنه قادر أن يدش نادي يشترك يمارس الرياضة بشكل عام يقدر يدش نادي أو يمارس الرياضة لأن ترى فترة كورونا عودت الناس أنها تمارس الرياضة في البيت وهذا شيء جميل أول شيء نسأل تمرينك في البيت في النادي ماذا النظام الغذائي الذي كنت ماشي عليه من الأساس لأننا دائماً عندما نعطي نظام غذائي لأي مشترك يجب أن يبتني على الأكل الذي يحبه والذي لا يحبه فهلما جرع مثل هذه الأسئلة نرى وعليها طبعاً نضع النظام الغذائي المناسب حسناً بالنسبة لك الشخص الذي يدامنا متى نقول عنه أنه سمين أو متين أو زايد وزنه أو بحاجة إلى رجيم متى أقدر أطلق عليه هذا الشيء أو مثلاً من الخطأ الحكم على الشخص ليس مجرد شكله يعني عاد يكون شكله سمين ولكن هو وزنه ليس لها الدرجة يعني يكون ثقيل وزنه سؤال جميل بصراحة لأنني أعتقد في هذا الجانب تحديداً يفرق بين الرجال والنساء والنساء لماذا؟ لأن الرجال دائماً نرى نسبة الدهون بشكل عام هي العامل أو المقياس الأساسي إذا كان الشخص سمين أو غير سمين فإذا كان الشخص نسبة الدهون مالته طبيعية فهو لا يعتبر سمين أما إذا كان نسبة الدهون عنده عالية يعتبر سمين ويحتاج نزل وزنه أما بالنسبة للنساء أعتقد الجانب شكل الجسم هو الأساس هو المقياس فأحياناً ممكن تكون تناسق جسم المرأة وإن كان نسبة الدهون عندها عالية ولكن هناك تناسق بشكل الجسم فما لا داعي تنزل وزنها فأحنا نرى من جانب النساء غير غير بشكل الجسم يعني يعتمد على الطول والعمر فبناء على ذلك نرى إذا مثلاً بشكل الجسم فوق الثلاثين لها حسبة معينة نعم حسبة فوق الثلاثين فمعناتها أنه عندها سمنة أو زيادة بالوزن حلو مثل اليوم مأكلات غير صحية مسكينة يعني أنا أشوف أنها مسكينة سمعتها جداً وليس لها يعني الكاكاو يعتبر من المأكلات الغير صحية إذا كان فيه سكر أو أنه محلة لكن الكاكاو لا أتوقع أنه فيه منه لدينا الكاكاو يعتبر من الأطعمة الصحية نعم وهو جداً ممنوعين في الدايت؟ لا بالعكس نحن دائماً نقول أن عطحق نظامك الغذائي 80% صحي و20% من هذه الأطعمة الممكن نسميها أطعمة غير صحية غير صحية بالعكس هذه الأمور تساعد الشخص على أنه يستمر وما يحس بالحرمان وأصلاً الدراسات أظهرت بأن الشخص الذي يمشي على نظام مرونة لا يوجد حرمان يستمر ويصل لهدفه أفضل من الشخص الذي يكون عايش بنظام حرمان نفسي تتساعد أن يحرق نعم لأنه بالأخير إنسان كنا نحب هذا الأكل ونعيش لا يمكن أن نحرم نفسنا ونحن لدينا مناسبات وعزائم فأكيد هذه الأمور يجب أن ندش في نظام الغذائي صحيح ما هو نظام الكيتو؟ كما نسمع فيه؟ رجيم الكيتو أنا قاعد أفعل كيتو تنصح فيه أستاذ جاسم نظام الكيتو قبل أن أعطي وجهة نظري فيه أو وجهة نظر العلم فيه هو نظام يعتمد على الدهون بشكل أساسي تخيلي نظام غذائي 80% منه عبارة عن الدهون فالذي يمشي على نظام الكيتو تجد أن يركز على الكريمة وعلى الزيوت والدهون ويمتنع عن الكربوهيدرات يعني مثل العيش ليس العكس أنا العكس لا الكيتو يأخذ دهون يأكل دهون يأكل دهون يأكل عن الكربس الكربس مثل الفواكه والخضروات خضروات مسموحة الفواكه والعيش والتوست والصمون والتمر صحيح فهو نظام فيه حرمان بشكل كبير يعني أنا تخيلي أمشي على نظام غذائي ما أقدر أكل تمر ما أقدر أكل عسل ما أقدر أكل عيش ما أقدر أكل صمون والتوست فنحن دائما ما نصح بهذه الأنظمة الغذائية لأنه صعب الإنسان يتبعها وتصيقها ليفستايل له صحيح هو نظام ينزل الوزن ينزل الوزن وينزل الوزن بشكل سريع لكن أغلب الذين ينزلوا أوزانهم من بعد اتباعهم لهذا النظام ردت أوزانهم للأسف من يديدي وممكن أكثر بعد ممكن يتضاعف الوزن السابق ممكن يعني يزيد أكثر من الوزن الذي بدأ فيه ما هو السبب؟ يعني علمياً السبب مشكلة طبعاً في هرمونات الجوع والشبع يزيد بشكل كبير في هرمونات الجوع ويجعل الشخص نهم أكثر يعني يشتهي الأكل بشكل كبير فلما يوقف من النظام هذا تجد أنه سيضغط جعه يأكل الكربوهيدرات بشكل بشراهة زايدة حل هناك نظام ثاني يسمونه الصيام المتقطع اليوم تنصح فيه أستاذ جاسم أو كذلك؟ الصيام المتقطع طبعاً هذه النظامين الكيتو والصيام المتقطع يعتبرون من أكثر الأنظمة الغذائية حالياً انتشاراً والسوشال ميدا تتكلم عنه نحن تكلمنا عن الكيتو وشرحناه الصيام المتقطع هو نظام أنت تقيدين فترة الأكل في ساعات معينة غالباً تكون ست ساعات إلى ثمان ساعات وباقي ساعات اليوم ما تكنين شيء غير الماء أو الشاي والقهوة يصير هذا الصيام النظام الغذائي يجعل الإنسان بالأخير أنه يأكل كمية أكل أقل لماذا؟ لما أنا أكل مثلاً أول وجبة عندي مثلاً أثناء عشاء الظهر وآخر وجبة مثلاً ساعة ساعة المغرب مثلاً أكيد سأكل كمية أكل أقل من لو أنا أول وجبتي ساعة ثمان الصبح إلى ساعة ثمان الصبح ممكن أن أكون غدا ثقيل وعش مشروع عشاء لأنني لا أعمن آخر وجبة كلاها بالضبط والأخي كل الموضوع مرتبط بالسعارات الحرارية فإذا الصيام هو أكبر دليل في رمضان في رمضان لدينا ساعات الأكل في تمتن في تمتن حسب نوعية الأكل ممكن حلو الفرق بين التغذية الرياضية والتغذية بشكل عام اليوم هناك أخصائيين تغذية وفي نفس حضرتك أستاذ جاسم أخصائيين تغذية رياضية ما الفرق بين الأثنين؟ نعم هذا خوش سؤال بالنسبة للتغذية بشكل عام هو التغذية بشكل عام الأشخاص الغير رياضيين الذين ينزل وزنه الذين يزيد وزنه هناك أيضا التغذية العلاجية مثلا الشخص اللي بعيد الشر عنده مثلا سكر وعنده بعض هذين يحتاجون أنظمة غذائية تناسب حالتهم أما التغذية الرياضية بالأساس هدفها هو لتحسين الأداء الرياضي والتعامل مع الرياضين بمختلف أهدافهم ممكن يكون كذلك الرياضية يزيد وزنها ويقلل وزنها ولكن بما أنه رياضي فهو يحتاج إلى تغذية خاصة ماذا الفرق بشكل عام؟ الرياضي يحتاج أولا سعرات حرارية أكثر أكثر نعم وعلى يعتمد على حسب نوع رياضته أيضا يحتاج إلى بروتين أكثر إذا يريد أن يبني عضل أو إذا يريد أن ينزل وزن يحرق دهون أو إذا يريد أن يفرق نعم فيفرق الشخص الطبيعي الغير رياضي يحتاج تقريبا 1 جرام بروتين لكل كيلو جرام من وزن الجسم باليوم بينما الشخص الرياضي يحتاج كمية أكبر يوصل إلى 2.2 جرام بروتين ضعف نعم أكثر من الضعف من الشخص الغير رياضي فإذا خصائي التغذية الرياضية يجب أن يوصف النظام الغذائي الذي يختص فيها هذا الرياضي ونحن لدينا رياضات طبعا أنواع كرة الغدم رياضات جماعية فردية فتنس كل نوع من أنواع هذه الرياضات أيضا لها تغذية خاصة فغصاء التغذية الرياضية يدرس كل رياضة وماذا تحتاج من تغذية حلو جميل اليوم يوجد فرق عندما يلعب رياضة أول ما يقوم من النوم أو بعد الأفطار أو لا يوجد فرق لأننا نسمع دائما أول ما تقعد من النوم يشرب لك كلاس ماء وعلى طول روح تمشي قليل مثلا قبل لا تغيئك أو لا لا يوجد فرق نعم هذا طبعا الموضوع هذا طبعا كان بحثي في رسالة الماجسير أننا نفرق بين أن الشخص يمارس الرياضة سواء كان ماكل أو يمارس الرياضة على الريج فهل هذا الموضوع يفرق من ناحية نزول الوزن يعني أنا مثل نسمع أنه إذا تلعب رياضة على الريج ستحرق دهون أما إذا تلعب رياضة وانت متريق ما رح تحرق دهون ستحرق كروهيدرات متداول هذا الحديث طبعا الحمد لله نحن في بحثنا يعني أوجدنا بأن ماكو فرق من ناحية نزول الوزن سواء أنت لعبت ومارست الرياضة على الريج أو مو على الريج كمية السعرات الحرارية التي ستحرقها أثناء الرياضة هي مساوية لكمية السعرات الحرارية التي ستحرقها سواء أن ماكل أو أو مماكل فإذا إذا أي شخص يريد أن نزل وزنه يريد أن يمارس الرياضة لا تعد من نفسك وتقعد على الريج لا وفي شخص يذكرت لابد أن ينظر ساعتين لا ينفعل هذا موضوع ثاني لأن الألم ولكن في سياقة نزول الرياضة إذا شخص تنزل وزنك وتمارس الرياضة لأن تنزل وزنك فلا تحاتي سواء أن أنت ماكل قبل الرياضة أو ماكل قبل الرياضة السعرات الحرارية التي ستحرقها أثناء الرياضة هي مساوية والمقياس بالسعرات الحرارية المحروقة خلال الرياضة هو شدة التمرين شدة التمرين نعم كلما زدت شدة التمرين ستحرق سعرات حرارية جميل أستاذ جاسم نطلع فاصل ونرجع نكمل رجعنا مشاهديننا من بعد هذا الفاصل عشان نستكمل معاكم اللقاء مع خصائي تغذية الرياضية لأستاذ جاسم للقلب أستاذ جاسم هناك فرق بين تغذية لاعبين كمال أجسام وغيرها من الرياضات هذه الرياضة بالذات كونها هي تركز على بناء العضل بطريقة مضخمة جداً أو غير طبيعية إمية بالإمية يعني أكيد تغذيتها تفرق عن تغذية اللاعبين مثلاً القدم سلة طائرة نعم سؤال جميل نحن طبعاً لما نحط أي نظام غذائي لأي رياضي نشوف في البداية هدف الرياضي من هذا النظام الغذائي نحن لما نقارن بين الرياضات الجماعية وكرة القدم وغيرها من هذه الرياضات مع رياضة كمال الأجسام سنشوف فيه فرق جوهري في الهدف ألا وهو أن لاعب كمال الأجسام يهمه بالدرجة الأولى وهدف الأساسي هو شكل الجسم أما بالنسبة لباقي الرياضات الهدف الأساسي هو تحسين الأداء الرياضي فلاحظي الاختلاف بالهدف سيغير بشكل كبير موضوع التغذية فإننا إذا نحسن من الأداء الرياضي للشخص الرياضي هنا عندنا عنصر الكربوهيدرات هو الأساس في النظام الغذائي وليس البروتين فلاعبين الألعاب الجماعية مثل كرة الغدم لعب كرة الغدم مثلا لازم يكون نظام الغذائي عالي جدا بالكربوهيدرات ما معنى؟ لأن الكربوهيدرات هي المصدر الأساسي للطاقة أثناء الرياضة أما بالنسبة للعب كمان أجسام الذي يهم أداء الرياضي يهم شكله فأحيانا كثيرا نقلل الكربوهيدرات ونرفعها ويحتاج بروتين بكمية أكبر وإن كان ببعض الأحيان ممكن نصعد الكربوهيدرات لفقط زيادة الوزن والبناء العضلي ولكن مو هدفه تحسين الأداء الرياضي فهذا أعتقد هو الفرق الجوهري بين الأثنين ووجود الكربوهيدرات هنا بشكل عالي لدينا الكربوهيدرات لدينا الكربوهيدرات لن يكون بشكل عالي لدينا البروتين لدينا البروتين لأهمية أكبر حلو اليوم هناك مكملات غذائية هذا سمعنا أنا لا أدري عن صحة هذا الموضوع لكن هناك مكملات غذائية تساعد على نزول الوزن صحيح؟ يعني هي الإجابة لا تكون مباشرة بشكل عام بشكل عام لدينا بعض المكملات الغذائية اللي أظهرت الدراسات بأنها قد تساعد على الحرق ولكن مو بكمية كافية اللي احنا متخيلينها يعني لما أنا أقول لك فيه مكمل غذائي مثلاً يساعد على نزول نص كيلو بالشهر أي هذا علمياً نعم يساعد فيه؟ ولكن عملياً ما يسوي ما يسوي أخذ عشان نص كيلو بالشهر صحيح؟ ولهذا إحنا عملياً ما ننصح الناس بأن تلجأ لهذه المكملات لأن تأثيرها إذا ما كان معدوم إذا كان معدوم يعني سيكون جداً ضئيل يعني يا جماعة ما لكم شغل بالتحدي وفروا فلوسكم وفروا فلوسكم المكملات غذائية تحتاجونها أصلاً اليوم بعض من جوم السوشيال ميديا قاعد يتوجهون للترويج لحبوب التخسيس أو لحبوب تنزيل الوزن والتنحيف وغيرها اليوم انتشرت بشكل كبير حتى سمعنا أن في حالات صحية كثيراً تكست بسبب التعاطي أو أخذ من هذه الحبوب اليوم فيه أخصائيين تغذية يأيدونها أم لا؟ هي معارضة من الجميع الحين معارضة أو من الجميع ما أدير بصراحة بس ما في شك أن موضوع التسويق هو بالأخير دعاية ولكن لما نرجع للدراسات والعلم راح نشوف أن كثير من هذه المكملات أعتقد أنها غير فعالة لا بإنقاص الوزن ولا غير إنقاص الوزن الحين شنو الهدف من وراء ذلك؟ أكيد طبعاً المادة هو الهدف لا يوجد خزع بلات لا يوجد شيء أسمي أحب أن نزل وزنه كل واحد يرجع إلى ضميره والنتائج التي نرى على الناس ممكن أن نصد جربت هذه الأحبوب ولقين أنه هناك فعالية ما الذي يثبت؟ إنه هي السبب إنه هي السبب لأنه دائماً يقول لك عندما تأخذ هذا المكمل أمش مع نظام وزنه مع نظام وزنه إنه نزل وزنه ما الذي يثبت؟ أنه نزول الوزن ليس بسبب النظام الغذائي نعم إنه بسبب المكمل ليس بسبب المكمل لا يوجد إثبات والواضح وبالأدلة العلمية أن نزول الوزن بسبب النظام الغذائي ليس بسبب المكمل ممكن نفسياً أستاذ تلعب دور؟ ممكن نفسياً نعم لدينا نحن الموضوع الذي هو البلاسيبو أفكت هذا الذي يفكر ويد يقتنع في الفكرة يقتنع بهذا الشيء هذا فيأخذه فتصير بالصج يلتزم بالنظام الغذائي يجعله يلتزم بالنظام الغذائي فيعتقد من الحبوب ولكن الأخير لأنه لا يأخذ رجيم لا يقتنع بشيء ثاني ولأنه اقتنع فصار أرض الواقع حلو اليوم نصيحتك لمن لديهم إدمان الرجيم بعيداً عن التدخل الجراحي ماذا ستكون؟ نصيحتي أن إدمان الرجيم لا أدري المصطلح حالي لكن بشكل عام الرجيم يعتبر شيء أفضل أنا أنصح أفضل من التدخل الجراحي لأن النظام الغذائي خصوصاً إذا كان نظام غذائي متكامل عناصة غذائية وصحي ويجعل الشخص ينزل بشكل بطيء سيجعل الشخص أول يتفادع الترحلات ويتفادع نقص الفيتامينات والحديد وتساقط الشعر وغيرها ولكن لازم طبعاً يعني يكون تحت إشراف خصائي تغذية مختص أفضل من التدخل الجراحي اللي فيه طبعاً يعني مصرف فلوز وأنا كثير من الأشخاص اللي راجعوني يعني في المركز اللي يمسوين عمليات التكميم وتحوير المسار وغيرها من هذه للأسف أول شيء يصير فيهم أنهم يفقدون كمية كبيرة من العضلات بسبب النزول السريع بالوزن فأنا أقول حق الناس تريثوا جربوا النظام الغذائي وخصوصاً إذا نتكلم عن نظام غذائي يعني ما في حرمان راح تاكل راح تاكل الشيء اللي أنت تحبه وبنفس الوقت راح تنزل وزمك في الحالة ما أعتقد أنك تلجأ للعمليات حل أستاذ جاسم أنا في حالة حولي يعني واحدة من البنات من رفيجاتي سوت كل أنواع التحاليل كل أنواع الرجيمات دشة نادي تلعب رياضة تاكل كل شيء بس بجرعات خفيفة جربت كل أنواع الجداول وصلت مرحلة معها حللت حتى شعرها سنة كاملة لم تأكل كاربز جربت سنة كاملة وخرت عن منتجات الحليب كان مثل اللي قاعدت تختبر جسمها شنو اللي ممكن أهو يحفز السمنة عندهم عنا في يوم اللي يام كانت ضعيفة فجأة امتنت غددها تمام دمها تمام تحاليلها كلها تمام بس إهي أنا أنا عن نفسي قلت لها حاولي تقطعين قهوة هل القهوة ممكن تكون محفز لزيادة الوزن أو لا وهل النوم يأثر أو لا خاصة أنها بدأت تلعب نادي وتشري وليس كفايدة ووزنها ثبت نعم ممكن يزيد ولكن لا ينقص خاص هذا أحدها أسباب كثيرة أحد الأسباب مثل ما ذكرتي النوم النوم طبعا له عامل كبير بأن يوقف ويثبت الوزن فإذا واحد لا ينام كفاية احتمال كبير يثبت وزنه ثاني شغلة موضوع الكافين الكافين لا بالعكس لا لا أدخل بموضوع نزول الوزن قد يكون مثلا يفتح الشهية مثلا أو العكس أحيانا أن يكبح الشهية بس ما دام هي ملتزمة بنظامها الغذائي فالمفروض ما يأثر الكافين أحيانا ممكن ما شيء على نظام غذائي قاسي لا ما قاسي نهائي أقول كل شيء جربت القاسي والطبيعي والأكل العادي وليس راضي ينزل وزنها يمكن أن يصال لها سنتين يعني أتمنى أن تتابعني خلت راجعني وأنا أوعدها بنزول الوزن إن شاء الله أقولك حللت كل أنواع التحاليل بالنسبة لي هي لغز لأنه حتى المدربين المدربات يعني تواصلت معهم وخصائيين تغذية ما كفايدة وكل مستغرب إنه شو مقعد تنزل إن كل شيء صح كل شيء كل شيء تحاليلها حتى شعر سوى تحليل شعر هذا اللي يأخذون عينه ويودونها بره ونفس الشيء في هذه الحالة هل تضطر أنها ممكن إذا زاد وزنها عن الحد المقبول أنها تلجأ إلى التدخل الجراحي ولا لا فيه أمل إذا كل هذه الأمور حاولت فيهم ما نزل وزنها أعتقد الجراحة أيضا ما راح تفيد لا راح تفيد لأن الجراحة الهدف منها الرئيسي إنها تخليها ما تاكل تقلل أكلها فإذا هي ملتزمة بنظام غذائي وما قعد تاكل فالمفروض ينزل وزنها ما راح تلجأ إلى التدخل الجراحي إن شاء الله ما تزعل إن شاء الله ما تزعل إن شاء الله ما تزعل لا هي طبعا لا تيأس خليها تراجع أكثر من الشخص إن شاء الله راح ينزل وزنها كثير من الأشخاص بصراحة نفس الحالة أنا جربت وصالي سنين أنا جربت وما أحمد في الأخير يعني نعدل الجدول نصيدون الخلل وين؟ نصيد الخلل وبالأخير ينزل ينزل وزن بذن واحد أحد أستاذ جاسم القلاف إغصائي التغذية الرياضية نورتنا اليوم بالستيديو شكرا على تواجدك وساعد صدرك وجاباتك على أسئلتنا حياكم الله وأنا أيضا أشكركم على الاستواء شكرا جزيلا شكرا جزيلا مشاهدينا هذه نهاية فقرتي